أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عملياته العسكرية في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وأضافت الوزارة أن قواتها لا تزال تتقدم على عدة مسارات بالأراضي الأوكرانية مشيرة إلى أنه من بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات ومنظومات للصواريخ المضادة للطائرات بالإضافة إلى 48 محطة رادار مؤكدة أنه تم إسقاط 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار